يومية الفلاح التغذية بالماء والمواد المغذية تكون بالأسميدة الكبيرة بحال نترات البوتاس ولا المواد الصغرى التي تترش على الورق مع نترات البوتاس هذا ولا تطلق بحال مادة الحديد واللي عندها تأثير مهم على تحسين الكاليبر ورغم هذا الشي كله اللي قلناه ما زال خاصة نزيدوا بعض المسائل تعرفوهم الإخوان ومستحقين منهم ولكن القليل اللي تعتهم القيمة ليستحقوا في هذه القضية ديال التأثير على الكاليبر ديال الغلة ومن هاد المسائل مثلا المحاربة ضد البيع اللي ما بين الشجر واللي يمكن يحسد العروق ديال الشجراء ويدي لها طرف كبير من الماء والمواد المغذية اللي في التربة المحاربة ضد الحشرات والبخوش والمن والتيلة اللي يمكن يضعفو الشجراء ويمسسولها المميها اللي جارية فيها واللي الورق لازمو يدفعو الحب باش يغلاد واللي عنده كاليبر يتبعو يتقبل في السوق لاننا ما ننساوش دائما ان كل حاجة يمكن تمسسلمها اللي في الورقة ولا تصفرها ولا تضعفها ولا تلويها غالي لازم يكون عندها تأثير قبيحة على الكاليبر ديال الغلة من بعد لان الورقة هي البزولة ديال الغلة حيد لها البزولة تبقى رقيقة وما عندها قيمة اذا الوقاية من هات الحشرات كلهم يكونوا من ولا تيلة ولا قملة بالخصوص عامل من عوامل تحسين الكاليبر لازم يتدار باش نوصلوا للنتيجة اللي بغينها ودرنا كل شي اللي تكلمنا عليه من اجلها نصيحة اليوم هذه الشيامة كنت تكلمت مع الاخوان في اللحل ينوين يغلصوا هاد العام وهاد الاسابيع الجاية ان شاء الله ونصحتهم باش فيما يخص تشتات الاسمداء والغبار حدا الحفاري ديال الغلس واليوم بغيت نتوجه لهم بناصيحة اخرى عندها اهمية كبيرة بالنسبة للغلس الجديد هاد الناصيحة هي اختيار النقلة تتعرفوا اخواتي اخواني في اللحل بانهو ماشي غلاجي وانتجوا وبيع النقلة ومع الاسف بعض منتجين النقلة ديال الشجر ما عندهمش الواسائل وحتى الكفاءة اللازمة والكافية لهاد الميهنة لسيما في وقتنا المتقدم هادا لهاد احنا بعدها ناخدوا الاحتيات ونمشي ونختاروا بنفسنا النقلة ديالنا ونوقفوا عليها بنفسنا حتى تقلع وتشارجها ونراقبوا واحدة من ناحية البخوش والامراض اللي معروفة واللي يمكن تكون بيناع لها اللهم ما مراقبة وتضيع شوية ديال الوقت في الول ولا مشاكل وتضيع الفلوس والمستقبل يا شجر ديالنا من بعد أخبار فلاحية كدامنا مرة تيتسألوا الإخوان في اللحة واحد السؤال واش ماشي أحسن الإنسان ينتج قل لكن بمصارف هابطة ونقصة شوية أحسن من ينتج أكتر لكن بمصارف طالعة وكان دائما الجواب ديالنا هو أن الإنتاجية ديال كل زرعة أي دك الشي اللي تيخرج منها الفلاح من كل اقتار وقت الحصاد ولا وقت الجني هي اللي تتحكم واش غادي يربح ولا لا أكتر من المصاريف اللي تصرفوا عليها وهذا الشي بيناتوا دراسات ذات في أوروبا فرنسا وبلد الإنجليز بالخصوص شافوا فيها في عدة فرمات وعددة زراعات بحل الحبوب بالخصوص شكون هما المسائل الأساسية علاش ملتاك الزد البح ولا الخسران فهذا الفلاحات وهذا الزراعات ولقوا بأنه فعلا فراس اللائحة تدجي الإنتاجية اللي غادي حصدها الفلاح في كل اقتار تابعها تامان البيع باش غادي يبيع المنتج دياله عاد تابعهم بجوج المصاريف اللي لازم منها إذن خلاصات الكلام هي أن الربح كل ديال الفلاحة الإنتاجية أي شحال من قنطار ولا من طون غادي يجنيه ولا يحصد من كل اقتار فلحوا وهذا الشي ما تيمكن يوصل له الفلاح إلا إلى خدم الوسائل المعقولة والكافية والمناسبة وفوقتها المناسب الزراع الممتازة والأسميدة والخدمات يلعط والأدوية وكل ما تطلبوا الفلاحة العصرية والمتقدمة أخواتي إخواني بحال كل يوم في ستا وربع وسبع اللارب الله يجدد الفرحة ديالنف ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح الفائدة فلحتنا وبلدنا كلها يومية الفلاح إحداثها لكم مجموعة القتل الفلاحي للمغرب مجموعة القتل الفلاحي للمغرب انتزام دائم ترجمة نانسي قنقر